احمد الكواب في اخر ضحية في مسلسل الخطف والتعديات في ليبيا سلام هناك دول لا تريد ان يكون مجلس الامن فاعلا بشأن ليبيا واشنطن تفرض عقوبات على ظريف وطهران تؤكد انها مستعدة للأسوأ مسلسل الخطف والتعديات والقتل في ليبيا مازال مستمرا على وقع اشتباكات العاصمة احمد عمر الكوافي وجد مقتولا على شاطئ البراني جنوب بنغازي الكواف كان ناشطا في الحراك المدني ومعروف بقربه من القوات الخاصة جثة وجدت على الشواطئ القريبة من بنغازي واثارت استغراب الجميع في ليبيا مصادر من بنغازي كشفت لبوابة الوسط هوية صاحب الجثة التي عثر عليها صباح الاربعاء في منطقة البراني 20 كم جنوب غرب بنغازي المصادر اكدت ان الجثة تعود الى الناشط احمد عمر الكوافي احد المقربين من امير القوات الخاصة لواء ونيس بوخمادة مصدر طبي لبوابة الوسط قال ان الجثة وجدت مقيدة بالسلاسل المعدنية والاثقال وعليها اثار اطلاق رصاص في الرأس وقد لفظتها امواج البحر على شاطئ البراني وكشف اصدقاء الضحية لبوابة الوسط انه كان مقربا من امير القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة الذي عينه مسؤولا عن المكتب الاعلامي للقوات الخاصة الساعقة عام 2013 هذا ويذكر ان الضحية كان نشطا في المجتمع المدني في مدينة بنغازي واسس حراك 2012 2012 تحت شعار تصحيح مسار الثورة وكان يتجمع المنخرطون معه في الحراك في ميدان الشجرة وسط بنغازي في تجدد لاستجال الدائر بعد احاطته امام مجلس الامن الدولي قال مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة ان توافق الدول بشأن الوضع في ليبيا صعب جدا لكنه ليس مستحيلا قال مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة ان تقرير فريق الخبراء التابع للامم المتحدة المعني بليبيا سيعلن عن معلومات مفصلة عن قصف مقر ايواء المهاجرين في تجراء بينها نوع الطائرة واحداثيات القصف هناك دول لا تريد ان يتدخل مجلس الامن لانها لا تريد لمجلس الامن ان يكون فاعلا في تلك المرحلة في هذه المرحلة وهي ترفض اجمالا ان تتخذ قرارات فيه حتى على مواضيع اخرى لا علاقة لها بليبيا وزملاء الذين يعملون على نقاط نزاع اخرى في العالم في العالم يتأففون مثلي من هذا التحفز الذي نراه لدى بعض الدول ولفت سلامة الى ان الامم المتحدة متأكدة من خلو المستشفيات الميدانية حول ترابلس من الاعمال العسكرية وقال اذا استمر استهدافها فاننا سنحدد المسؤولين عن القصف واكد سلامة في مقابلة مع قناة ليبيا الاحرار ان البعثة لن تقبل بالسكوت عن خطف سيهام سيرجيوا والمساس بحصانة النائب امر غير مقبول ملف اختطاف روسيين في العاصمة ترابلس يعود من جديد وهذه المرة عبر وسائل اعلام فرنسية التي وصفت عملية اختطافهما بالغامضة بعد اعتقال الاجهزة الامنية التابعة لحكومة الوفاق في ترابلس روسيين بتهمة محاولة الترتيب لعقد اجتماعا مع سيف القذاف المطلوب للعدالة الدولية تناولت اذاعة فرنسا الدولية هذا الملف ووصفت عملية اعتقالهما في السابع عشر من مايو الماضي في ترابلس بالعملية الغامضة وكان الروسيان قد اعتقلا اثناء قيامهما بالتحقيق مع اشخاص على علاقة بالانتخابات القادمة حتى انهما كانا يحاولان التأثير على الانتخابات حسب قول الاذاعة الفرنسية التي اضافت ان الموقوفين يعملان في المؤسسة الروسية لحماية القيم الوطنية برئاسة الكسندر ماكليفيتش وكانا جزءا من فريق من خمسة عشر شخصا دخلوا ليبيا في مارس الماضي قانونيا لاجراء البحوث في مدنها يذكر ان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا كان من المقرر ان تقام نهاية العام الماضي لكن تسبب الوضع الامني في تأجيلها ولم يتم تحديد تاريخ جديد لها بعد اصدر وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتح بشاغ قرارا باغلاق مراكز رئيسية لإواء المهاجرين والسفير الايطالي في ليبيا يثني على جهود البحرية الليبية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ما زالت تدعيات ازمة المهاجرين بسبب الحرب الدائرة على تقوم العاصمة طرابلس تتوالى فصولا والمشهد ذاته يتكرر كما في كل مرة مأساة انسانية واجتماعية تحتاج الى اهتمام دولي ومحلي فقد تصدر اليوم قرار وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتح بشاغ اغلاق مراكز رئيسية لإواء المهاجرين في مصراطة وتاجراء والخمس واجعة الاهتمامات حيث طلب باتخاذ الاجراءات اللازمة لإتمام عملية الترحيل هذا القرار تزامن مع رفض وزير الداخلية الايطالي ماتيوسالفيني سمح لسفينة الانقاذ الالمانية الان كردي بالدخول الى مياهها الاقليمية بعدما اعلنت انقاذ اربعين مهاجرا قبالة ساحة ليبيا وفي المواقف برز اليوم تصريح سفير ايطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو الذي اثنى على جهود البحرية الليبية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير شرعية والتي ساهمت في انخفاض حاد لتضفقات الهجرة نحو ايطاليا بنسبة تزيد عن خمس وخمسين في المئة بوتشينو وخلال زيارة لرئاسة اركان القوات البحرية في طرابلس اشاد بالتعاون بين البلدين في هذا الشأن نتابع النشر بعد فاصل قصير وفيها القوات الاسرائيلية تقتل فلسطينيا يتسلل عبر السياج الامنية اهلا بكم من جديد واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الايراني محمد جوالظريف والرئيس الايراني حسن روحاني يؤكد ان العقوبات تظهر خوف واشنطن ويعلن استعداد بلاده للأسوأ ولمعركة صعبة في ملف الاتفاق النووي بعدما جددت الولايات المتحدة اعفاء خمسة برامج نووية ايرانية من العقوبات لمدة تسعين يوما فرضت واشنطن في المقابل عقوبات على وزير الخارجية الايراني محمد جوالظريف واوضح البيت الابيض ان العقوبات تشمل تجميد اي اصول لظريف في الولايات المتحدة او تلك التي تسيطر عليها كيانات امريكية واتهم وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوشن الوزير الايراني بانه يطبق جدول الاعمال المتهور لزعيم ايران علي خامنئي بحسب تعبيره وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو لفت من جهته الى ان الخارجية الايرانية ليست فقط الذراع الديبلوماسي لايران بل هي ايضا وسيلة لتعزيز السياسات المزعزعة للاستقرار مشيرا الى ان واشنطن ستواصل البحث عن حل ديبلوماسي يعالج السلوك المدمر للنظام الايراني وان الطريق الوحيد للتقدم هو اتفاق شامل يتناول كل تهديدات ايران والى ذلك الوقت فحملة العزلة الديبلوماسية والضغط الاقصى ستتواصل الرد الايراني جاء على لسان الرئيس حسن روحاني الذي اعتبر ان العقوبات المالية التي فرضتها واشنطن على وزير خارجية البلاد سبيانية وتشكل عائقا امام العمل الديبلوماسي منتقدا الدعوة الامريكية للتفاوض وفرض العقوبات في نفس الوقت الى ذلك دعا السفير الامريكي في المانيا حكومة المستشارة انجلا ميركل للاطلاع بمسئولية عالمية اكبر تتناسب مع قوتها الاقتصادية مشيرا الى ان الرئيس دونالد ترامب ليس راضيا عن تردد برلين بالانضمام لمهمة بحرية في مضيك هرمز والبقاء بعيدة عن الصراع في هذا الوقت اعلنت وزارة الشؤون الخارجية الروسية ان لديها انطباعا بان الولايات المتحدة تبحث عن دريعة لصراع في الخليج مشيرة الى ان الاحداث هناك تتحرك نحو منعطف خطير وهناك مخاطر من اندلاع اشتباك عسكري واسع النطاق قتل جنود اسرائيليون فلسطينيا بالرصاص بعدما تسلل عبر سياج الامني الاسرائيلي الممتد على حدود غزة واطلق النار على الجنود مما اسفر عن اصابة ثلاثة اعلن الجيش الاسرائيلي مقتل فلسطيني واصابة ثلاثة جنود اسرائيليين بجروح خلال اطلاق نار على حدود قطاع غزة ويأتي ذلك عقب اشتباكات في شمال الضفة الغربية بين شبان فلسطينيين والجيش الاسرائيلي واطلقت دبابة اسرائيلية النار على مركز عسكري لحركة حماس في غزة خلال الحادث بحسب بيان الجيش الاسرائيلي واضح بيان الجيش ان جنوده رصدوا مسلحا اقترب من السياج الامني جنوب قطاع غزة فتم استدعاء قوات واعلن التأهب واضافت انه بعد اجتياز الفلسطيني السياج وتسلله الى داخل اسرائيل اطلق النار على الجنود فقتلوه وخلال الحادث تم اغلاق بعض الطرقات واستدعيت قوات لتأمين البلدات القريبة من الحدود واكد البيان اصابت ضابط بجروح متوسطة وجنديين بجروح طفيفة في الاشتباك وصل مستشار الرئيس الامريكي جاريت كوشنر الى القاهرة ضمن جولة شرق اوسطية شمالة الاردن واسرائيل وكان العاهل الاردني اكد لكوشنر ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بما يضمن ايقامة الدولة الفلسطينية في اطار جولة شرق اوسطية ممهدة لنشر تفاصيل الخطة الامريكية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وصل الى العاصمة المصرية جاريت كوشنر كبير مستشاري الرئيس الامريكي قادما من اسرائيل ومن المقرر ان يلتقي كوشنر خلال زيارته الى القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث عمليات السلام في المنطقة وكان كوشنر قد زار اسرائيل لعدة ساعات التقى خلالها رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو وذلك عقب زيارة للاردن التقى خلالها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الذي تباحث معه الخطة الامريكية للسلام في الشرق الاوسط في شان السوري اعلنت دمشق موافقتها على هدنة في منطقة ادلب بشرط واحد فما هو؟ تزامنا مع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في أستانا اعلنت دمشق موافقتها على هدنة في منطقة ادلب شمال غرب سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسي التركي القاضي بانشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها ونقلت واكالة الانباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله انه تمت الموافقة على وقف اطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في ادلب اعتبارا من ليل هذا اليوم شريطة ان يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الارهابيين 20 كم في العمق من خط منطقة خفض التصعيد في ادلب وسحب الاسلحة التقيلة والمتوسطة من جانبها رحبت روسيا على لسان الموفد الروسي الخاص الى سوريا اليكساندر لافرانتييف باعلان دمشق موافقتها على وقف اطلاق النار الى ذلك اعلن المبعوث الخاص لمكافحة داعش جيمس جافري ان الولايات المتحدة الامريكية تجري مباحثات مع الجانب التركي بشأن امكانية اقامة منطقة امنة شمال سوريا خاضعة لقوات تركية وامريكية مشتركة وتأتي تصريحات جافري بعد اسبوع من فشل محادثات بين الجانبين الامريكي والتركي بشأن المنطقة الامنة التي ترغب تركيا في تنفيذها داخل الاراضي السورية المحاذية لحدودها اقال الرئيس الجزائري المواقع عبدالقادر بن صالح وزير العدل سليمان ابراهيمي وعين بالقاسم زغمات خلفا له وكان زغمات يشغل منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر قبل تعيينها على رأس وزارة العدل ويأتي هذا التغيير في وقت يفتح فيه القضاء الجزائري ملفة فساد عديدة تتعلق برموز من النظام السابق حمل المجلس العسكري الانتقالي في السودان معلمين من اتحاد المهنيين مسؤولية الأحداث التي وقعت في مدينة الأبيض وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة عشرين آخرين تعددت الروايات والاتهامات لكن العملية التي استهدفت عددا من الطلب السودانيين أثناء مسيرة طلابية في مدينة الأبيض هي واحدة جنرال كبير في الجيش السوداني وجه اتهاما لعناصر في قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقتل ستة متظاهرين من بينهم أربع الطلاب قبل عدة أيام رواية أخرى للمجلس العسكري الانتقالي الذي حمل معلمين اثنين من اتحاد المهنيين مسؤولية الأحداث التي وقعت في الأبيض وأوضحت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري أن مجموعة من الشباب قموا بإخراج طلاب المدارس بالقوة وبتحريض مباشر من معلمين ينتميان للجنة المعلمين التابعة لتجمع المهنيين السودانيين أما الفريق جمال عمر رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي أكد أن مسيرة للطلاب أثناء سيرها في سوق المدينة تم اعتراضها بالعصي من قبل قوة تأمين البنك السوداني الفرنسي التابعة لقوات الدعم السريع وحجمها سبعة أفراد بالإضافة لعربة مسلحة وتم التحفظ على جميع أفراد الحراسة وهم سبعة أفراد وحسب توجيه قيادة الدعم السريع تم فصلهم من القوة وتسليمهم للنيابة لإكمال الإجراءات والمحاكمة شهدت موريتانيا أول تسليم للسلطة بين رئيسين منتخبين مع أداء الجنرال السابق محمد ولد الغزواني اليمين وتم تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية من قبل رئيس المجلس الدستوري في احتفال رسمي في قصر المؤتمرات قربان واكشوت ووعد الغزواني في كلمة للشعب بتعزيز قدرات الجيش وبأن يكون رئيس جميع الموريتانيين وتعهد بمكافحة الفوارق الاجتماعية أسفرت معرك بين قوى إقليمية وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا عن مقتل خمسة وعشرين جنديا وأكثر من أربعين آخرين في شمال شرق نيجيريا وشن المتطرفون المنتمون إلى تنظيم المنشاق عن جماعة بوكو حرام هجوما على قاعدة عسكرية قرب مدينة باغا الواقع على ضفاف بحيرة تشاد وعلن مسؤول عسكري أن الإرهابيين قتلوا عشرون جنديا نيجيريا وخمسة جنود شاديين في اشتباكات عنيفة أسفرت أيضا عن مقتل سبعة وأربعين إرهابيا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستفرض اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل رسوما جمروكية بنسبة عشر في المئة على البضائع الصينية بقيمة ثلاثمائة مليار دولار وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن القرار الجديد لا يشمل الرسوم الحالية بنسبة خمسة وعشرين في المئة على بضائع بقيمة مائتين وخمسين مليار دولار تحت إشراف الرئيس كيم يونغ أون الذي قال إن المنظومة الجديدة ستلعب دورا مهما في العمليات العسكرية البرية للجيش وتشكل رعبا للأعداء أعلنت كوريا الشمالية أن الصواريخ التي أطلقتها كانت أول تجربة لإطلاق صواريخ بواسطة منظومة جديدة وكانت كوريا الجنوبية أعلنت أن جارتها الشمالية أطلقت عدة صواريخ مجهولة نوعية من ساحلها الشرقي نتابع النشر بعد فاصل قصير وفيها موصيات لضمان تغطية الإعلامية النزيهة للانتخابات في تونس أهلا بكم من شديد في تونس واستعدادا للانتخابات التي ستجرى نهاية هذا العام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السماعي البصري تصدر توصياتها لوسائل الإعلام بشأن التغطية الإعلامية التفاصيل في هذا التقرير في ذل الشكاوى التي وصلتها من بعض الأحزاب الصغرى معللة ذلك بعدم تمكينها بالقدر الكافي من التغطية الإعلامية للتعريف ببرامجها الانتخابية الهيكا وضمانا لتغطية إعلامية النزيهة تتماشى وأخلاقية المهنة تصدر توصياتها لوسائل الإعلام بخصوص مواكبتها لفترة ما قبل الحملة الانتخابية للتشريعية والرئاسية التي ستجرى أواخر العام الجاري بتونس جاءت تشكيات كبيرة جدا من قبل هذه الأحزاب إلى درجة الاتهام بأن هناك محاولات ممنهجة لأقصائهم من المشهد وأن هناك حضور مكثف لقلة من الأحزاب وهذا اللي خلنا نعمل ندوه في سبيل أنه نجمع صحفيين منظمات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات استعرضت من جانبها استراتيجيتها لمراقبة الانتخابات القادمة تمثل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في تونس مرحلة هامة في دعم المصار الديمقراطية وتلعب وسائل الإعلام دورا محوريا لتأمين هذا المصار وتوفير فرص متكافئة لمختلف الأحزاب والفاعلين السياسيين وفق أخلاقيات المهنة والمبادئ والمفاهيم التي يقوم عليها قانون الانتخابات رغم الظروف الأمنية الصعبة والاشتباكات مركز طرابلس لذوي الإعاقة يفتح أبوابه لاستقبال الأطفال لتأهيلهم وتنمية قدراتهم لأكثر من 15 عاما ومركز طرابلس لذوي الإعاقة يفتح أبوابه لاستقبال أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كالتوحد وضعاف السمع وغيرها لتنمية قدراتهم وتأهيلهم وأعدادهم لدمجهم في مراحل التعليم الأساسية الظروف الأمنية وقرب المبنى من مناطق الاشتباكات أمور جعلت العاملين بالمركز العمل في فترة واحدة بعد أن كان يعمل في فترتين صباحية ومسائية ناهيك عن انقطاع التيار الكهربائي المستمر نوجد الكثير من المشاكل خاصة في الوقت الحاضر التي تتوى في الفترة هذه هنا عزوف كثير من الطلاب وتأسف الأطفال عن حضور المركز نتيجة الزعم السلح القائم هناك بعض الأطفال المهجرين هناك بعض الأطفال النازحين هناك بعض الأطفال حتى وكان غير نازح وكان غير مهجر ولكن نتيجة هذه الظروف أصبح يعاني من بعض المشاكل السلوكية التي لم تكن لديها في السابق بركز ترابلس لدول عاقة المقر هو في عين زارة وعين زارة طبعا عرفي الاشتباكات الموجودة فيها فنسبع فيها أصوات الرماية والأصوات هذه أحيانا بتوتر الصغار وبتسبب قلق للأطفال وبصراحة معناها مشكلة كبيرة جدا 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 شريحة من شرائح المجتمع تطمح إلى أن تتعلم وتلعب وتخرج مواهبها وقدراتها وتثبت بأنها لا تختلف عن أي شريحة أخرى وأنه لا يوجد إنسان كامل إنما توجد الإرادة والإصرار نادر ممدود تثير البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية قلق العلماء في أوروبا بعد انتشارها على نطاق واسع داخل مستشفيات القارة التفاصيل في هذا التقرير خلوص الدراسة أوروبية موسعة إلى أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أو ما تعرف بالكليبسيلا بنمونيا تنتشر في مستشفيات القارة العجوز هذه البكتيريا التي تثير قلق العلماء دفعت قسما منهم إلى التحذير من بعض الأنواع الأخرى من البكتيريا التي قد تصبح مقاومة للعقاقير أيضا بسبب الطريقة الفريدة التي تتكاثر بها هذه البكتيريا تعيش بصورة طبيعية في الأمعاء من دون أن تتسبب في أي متاعب صحية للأصحاء وعندما يعتل الجسد فإنها توصيب الرئى وتسبب الالتهاب الرئوي وقد تصيب الدم وتتسبب في جروح في الجلد وفي بطانة المخ متسببة أيضا في الالتهاب الصحائي وتشير الدراسات إلى أن المستشفيات هي العامل المسبب والمساعد الأكبر في نقل البكتيريا وتنتقل من شخص إلى آخر داخل المستشفيات وأفضل طريقة للتعامل مع العدوى المقاومة للعقاقير هي تجنب الإصابة بها في المقام الأول والآن إلى صفحة الرياضية أكد رئيس لجنة التيسيرية لنادي الاتحاد بأن اللاعب سالم المسلاتي قد عاد فعليا لنادي الاتحاد وقد وقع على عقد جديد للفريق يذكر أن سالم قد خاد تجربة الانضمام لنادي حرس الحدود المصري ولكن لم تتم صفقة الانضمام بعد سلسلة من النتائج السلبية في مبارياته الودية فاز يوم الأمس ريال مدريد على فانار بخشا التركي بنتيجة خمسة أداف مقابل ثلاثة في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس أودي الودية وسجل الأداف لريال مدريد كريم بن زيمة ثلاثية وناتشو ومريانو دياز بينما سجل لفانار بخشا جاري رودريغز ونابيل دراز وأوزان توفان ضمن آخر مبارياته الاستعدادية وبمشاركة المصري محمد صلاح فاز يوم الأمس ليفربول على ليون في ملعب جينيف بسويسرا فوز ليفربول كان بثلاثة أداف لهدف حيث بادر ليون بالتسجيل فرد عليه ليفربول بثلاثية وتعد المباراة آخر بروفا للفريق الإنجليزي قبل مباراة درع اتحاد الكرة الإنجليزي مساء الأحد المقبل أمام منشستر سيتي في افتتاحية الموسم الإنجليزي الجديد إلى عالم الكرة الصفراء ففي بطولة واشنطن للتينس نجح الأمريكي جون إسنر في الفوز على البولندي عيرت هيركاتس بمجموعتين دون رد كما فاز اليوناني ستيفانوس إتسيباس على الأمريكي توميبول بمجموعتين دون رد وفي بطولة مبادلة سيلكون فالي للتينس فازت الأوكرانية يلينا سيفتولينا على الروسية داريا كستاكينا بمجموعتين دون رد فيما فازت بصعوبة الإسبانية نفار على ساندس بمجموعتين لمجموعة في نهاية نذكركم بموقعنا الإلكتروني وسط دوت تيفي دمتم بأمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة